أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار أهمية الحفاظ على توفر الدواء في السوق المصرية كأحد أهم محددات الأمن القومي وخلال ترأس اجتماع لجنة مراجعة الأسعار للأدوية شدد الوزير على ضرورة وجود آلية واضحة وشفافة ومعلنة للتسعير الدواء تشجع على الاستثمار محليا وإقلميا ودوليا مشددا على وضع آلية لمراقبة سوق الدواء شكرا للمشاهدة